جملة من المسائل الكثيرة التي تتعلق بمسألة البصر وإطلاقه وحاول أن أجمل فيها القول إجمالا حتى لا تعيقنا عن الإتمام من المسائل التي اليوم أوردت الناس المهالك برأ وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي وذلك سأتكلم على شقين شق الحرام وشق المباح أما شق الحرام فالخرر فيه طاهرة لا يخفى على ذي عينين وأيضا سهولة الوصول إليها وأيضا بروزها إليك فإن كنت لا تتابع البطالين فإن تابع أحد أقاربك أو أحد جهات الاتصال عندك تابع أحد الفاسقين أو البطالين فإنه يرشح إليك وكذلك البطالون الذين تكثر مشاهدات مقاطعهم تبرز إليك ولا بد فهذا أمر يحدث لك إشكالا كبيرا في النظر ومدافعة النظر فإذا برز لك شيء لا يليق ولا يجوز ولا يخل فدافعه مباشرة بما تدفعه أما أن تغلق ذلك المقطع وإما أن تنشغل بشيء آخر أو أن لا تتابع هذه الصفحات من أولها ومن أساسها هذا وسنأتي إن شاء الله إلى الحلول في آخر الدرس أرجعتها للأخير حتى لا تأخذ منها الوقت هذا في جانب الشق الحرام وأدعلم أن حال كثير من الشباب والفتيات ومن بعض الحاضرين أن الزفرات والأنين وآهات العذاب والألم يصطلي بها قلبه من شر الإباحية ومن شر كذا ومن شر كذا ومن شر كذا الإباحية اليوم يا إخواني ويا أخواتي ليست أمرا عارضا بل هي صناعة إعلامية وراءها شركات كبيرة ضخمة تضخ فيها المليارات فلذلك ليست بالأمر السهل هذا من جانب الشق الحرام هذا لا يختلف فيه عاقلان من جانب المباح تأملوا في هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لحبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا داخلون في هذا إن كان حبيبكم الله سبحانه وتعالى قال له لا تمد عينيك إلى الأمور المباحة زهرة الحياة الدنيا لأن هذا يؤثر في طبع الإنسان وقلبه مهما كنت صلب القلب مهما كنت قوية شخصية مهما كنت جهمية طبعي فإن كثرة ترداد مقاطع المترفين والمترفات والسيارات والأثاث الفاخر هذا يؤثر في نفسك وترجع على نفسك بالنقمة وترجع على نفسك بالنقمة والشعور بالخيبة ونقص الحظ وفتور الهمة وكذا وكذا إلى آخره هذا من جانب الجانب الثاني من الإشكالات في هذه الأمور الأزمات الاجتماعية التي نشأت جراء هذه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وكلها داخلة في مسمى النظر كل الحوادث مبداها من النظر فهذه المقاطع الآن انظروا كم من متزوجة تتمنى زوج غيرها وكم من متزوج يتمنى زوجة غيره لماذا؟ لأن العين رأت فلما رأت اشتهت ولما اشتهت تمنت وتجدون ربما متزوجا يراسل متزوجة فهي تظن أنه أفضل من زوجها وهو يظن أنها أفضل من زوجته ولو تزوجا لما حصل هذا الأمر أو لو تزوجها لعلمت أنه ناقص فهذه من الإشكالات التي تولدت من الأمور الفكرية التي يتكلم فيها أرباب الفكر ونحو ذلك ما يسمى بإنهيار السياق إنهيار السياق الآن بناتنا وشبابنا لما يتفرجوا على مقاطع السناب وبعض مقاطع اليوتيوب والإنستجرام ما الذي يحصل هذا المشهور وهذا الغني وهذا المطنوخ كما يقال باللغة الدارجة هو يصور خمسة أربع ثلاثة دقائق من يومه يصور خمسة أربع ثلاثة دقائق من يومه هذا المتفرج وهذا المطلع يظن أن هذه الثلاث دقائق التي يراها في حياة المشهور أنها كذلك في سائر يومه في الأربع أو العشرين ساعة فينهار السياق لا يعلم أن هذا المشهور عنده الضغوط عنده أهل عنده كذا عنده كذا ليس كل يوم مسافراً وليس كل يوم يروح مطعام وليس كل يوم يخرج زوجته وإنما إذا يصور وربما يصور لأجل الاستعراب وإنما يصور لأجل الاستعراب فالمتفرج يظن أن هذه أحوالهم وكذلك أيضاً المرأة المتزوجة ترى هذا المشهور كل يوم يخرج زوجته إلى مطعم إلى مقهى إلى سفر إلى كذا فتنقم أن زوجها لا يخرجها تنقم أن زوجها لا يخرجها ولا تعلم أن ما يقوم به هذا المشهور كله دعايات كله إعلانات ليس فيه شيء من الحقيقة إلا شيء يسير فتبني فكرها وتبني الخيال علىها ما ترى ونفس الشيء الرجال الرجال ينهار عندهم السياق لما يطلق بصره في النظر إلى المشهورات هذه المشهورة لا تصور نفسها إلا وهي ترتدي أجمل الملابس وأفخر الإكسسوارات وأيضاً كذا وكذا وكذا يظن أن النساء هكذا حالهم وأن زوجته هي التي لا تتجمل 24 ساعة وأن زوجته ناقصة الحظ من الجمال وأن زوجته جمالها ليس بذلك الجمال الذي يصل إلى هذا الحد وما علم أن هذه المشهورة التي يراها أن كل ما هي فيه من الجمال لا يكاد يوجد منه شيء طبيعي في إحصائية صارخة لمدينة جدة فقط في مدينة جدة يوجد أكثر من أربعمائة مركز تجميل فقط في السعودية في مدينة جدة يوجد أكثر من أربعمائة مركز تجميل فكم هي النسبة في البلد فكم هي النسبة في دول الخليج كم هي النسبة في العالم العربي كم هي النسبة في العالم عدد ضخم مهول فلما ينظر الرجل إلى هذه الصور وينظر إلى هؤلاء المشهورات يظن أن هذا هو الواقع يظن أن هذا هو الواقع وليس هذا من الواقع في شيء هذه كلها مما يراه هذه كلها تعديلات على خلقة الله سبحانه وتعالى فيرجع هذا الأمر خطر النظر الآن فيه ضرر على البيوت فيه ضرر على النفسيات لأنه يرى شيئا ليس مثل الذي عنده فيرجع بالنقمة على زوجته وكذلك الزودة ترجع بالنقمة على زوجها أيضا من ضمن الإشكالات من إطلاق النظر وتسريح النظر في هذه البرامج وآفاته تشوه التصورات تشوه التصورات الشاب لما يأتي يتزوج يقول يضع في ذهنه أن جميع النساء مثل المشهورات التي يسرح النظر فيهن فإذا خطب المرة الأولى لم يجد الفتاة على ما يراه في الشاشات فإذا خطب الثانية نفس الحال خطب الثالث نفس الحال لا يعلم أن اللات يخطبهن يخطبهنهن الحقيقيات وأما الذي في الشاشات فكله ليس حقيقي كله زائف فيظل يتنقل ما بين الفتيات وكذا 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 ولا يجد بغيته نفس الشيء أيضا الفتاة لما ترى مشهورا مفتول العضلات مشهورا يركب أغلى السيارات وأيضا يخرج زوجته إلى كذا فترفع سقف توقعاتها وتضموهاتها إلى هذه الصورة فيتقدم لها شاب لراتب محدود وكذا وكذا فتظل ترفض أو تتزوج ثم تتفاجأ من أن الحياة على عكس ما تصورتها فأحدث شيء خلل من أحدث تشوها في التصورات الآن تكلمنا على أفاة النظر من الناحية ناحية الحرام المباح من الناحية النفسية من الناحية الأسرية من الناحية المجتمعية أيضا من الناحية المادية انظروا اليوم إلى الضغط الذي يعيشه الوالدان من أبنائهم الضغط الذي يعيشه الأزواج الرجال من زوجاتهم من الطلبات من القهوة القهوة التي كان الناس يشترون البن والهيل في بيوتهم بعشرين ريال بخمسة عشر ريال ويظل شهر كامل يشربون من هذه القهوة لما الآن صارت صناعة إعلامية القهوة الآن الزوج والزوجة مضطراني للخروج في الأسبوع مرة أو مرتين لأن يشربوا كأسة قهوة بسبعة عشر وبثمنتعشر وبسبعة وثلاثين ريال فهمتم فصار أيضا في نزيف مادي بسبب النظر إلى هذه البرامج صار الأولاد يغططون على أولادهم وشفنا كذا شفنا كذا شفنا كذا والأب من المهال أنه كل مرة يرفض يرفض صعب جدا فصار في ضغط على الآباء بسبب ما يرونه أيضا في هذه وسائل التواصل الاجتماعي هذا كلام كله أقوله من باب أن يرشل الإنسان نظره وبصره فلذلك يعرف موقعه من الإعراب أيضا من ضمن إشكالياته أيضا خراب البيوت واضح وظاهر أن نسب الطلاق بعد مجيء هذه البرامج أنها ارتفعت نسب الطلاق في هذه الأزمنة بعد مجيء هذه البرامج ارتفعت بشكل كبير جدا لماذا لأجل المقارنات لأجل المقارنات الزوج يقارن زوجته بما يرى فلا يرى أدنى تقاربا أدنى تقارب بين الصورتين فيرجع بالنقم علي زوجته وكذلك أيضا الزوجة ترى زوجها ووضعه المادي وطبيعة حياته وكذا وكذا ومن الظواهر التي خرجت يعني في الأخير ما يسمى بالكبلز والله يجل السامعين حتى اشتقاق الكلمة سيئ أن يخرج الرجل في كل مقاطعه يتصور مع زوجته لا غيره لا شرف لا حمية لا كذا لا كذا بشعر بماذا يروج لمحتواه بجسد زوجته يروج لمحتواه بجسد زوجته ثم بعد ذلك تظن فتيات الجيل الصاعد أنه يجب على كل زوج أن يكون هكذا كل يوم يقفز بها من دولة إلى دولة من مطعم إلى مقهى إلى مقهى ويتشوه التصور وتخرب البيوت وذلك ارتفعت حالات الطلاق وحالات الخلع أيضا من آفات هذه وسائل التواصل الاجتماعي أنها صدرت من لا يستحقون أن يكون رعاة بقر صدرت بعض الذين لا يستحقون أن يكون رعاة بقر مما قرأته وسمعت عنه أن امرأة في مصر طلقت سبع مرات وهي الآن في وسائل التواصل الاجتماعي مستشارة للنساء طلقت سبع مرات لم تنجح في سبع زيجات لنفترض أن الرجال سيئين لكن ألا يُفترض أن تنجح في علاقة واحدة من سبع زيجات وهي مستشارة للنساء ولا تسأل عن حجم الخراب الذي أودته هذه المرأة في المجتمع المصري وفي كل بلدان وجد هذا فهذه وصفة منصات التواصل أنها رفعت ناسا لا يستحقون أن يكون رعاة بقر في ذلك هذا يؤدي إلى لسان أن يغض بصره في الحرام وفي المباح أن يعرف ماذا ينظر في الحرام تغض بصرك وفي المباح أن ترشد بصرك أكتب هذا الأثر الذي أرسلته إليكم يوم أمس في القناة قال الترمذي ويروى عن عون بن عبد الله أنه قال ويروى عن عون بن عبد الله أنه قال صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هم مني صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هم مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي ثم صحبت الفقراء فاسترحت ثم صحبت الفقراء فاسترحت يا إخواني ويا أخواتي مهما كنت قنوعا مهما كنت قوية الشخصية مهما كان إيمانك بالقضاء والقدر قويا صدقني النظرة تلو النظرة والمقطع بعد المقطع تعتكف على السناب أربع ساعات تنظر في السناب في الإنستجرام قبل النوم وبعد النوم وعلى السفرة وفي الرحلة وأنت تقود السيارة صدقني ستؤثر فيك مهما كنت النفس بطبيعتها تقارن إذا رأت شيئا تقارن بحالها وهذا سبب كثير أيضا من الأمراض النفسية التي يعيشها الناس اليوم بسبب هذا بسبب ما يعيشه الناس وينظرونه في الشاشات هذه فذلك الإنسان لا يجعل طول وقته في هذه البرامج وفي هذا كذا إلى آخره وسنأتي إن شاء الله إلى بعض الكلام الذي يسمم هذا المعنى في آخر الدرس ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حقه غض قال غض البصر إذا كان الذي يجلس على الطرقات حقه أن يغض البصر فكيف بمن يجلس على عتبات برامج وسائل التواصل الاجتماعي كيف بمن يجلس على عتبات برامج التواصل الاجتماعي 24 ساعة هذا وضعه أخص من وضع الذي يجلس على الطرقات من هنا الإعلانات من هنا من هنا من هنا من هنا فالمسألة ليست بتلك السهلة طيب أيضا قال بعد ذلك قال فإن النظرة تولد خطرة في صفحة 68 في السطر الثاني قال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان هذه الكوارث التي ذكرتها لكم خمس بنود كلها تدخل في هذا الباب قال فإن النظرة تولد خطرة إذا رأى الإنسان فإن الخواطر تبدأ تلعب به في قلبه كذا لماذا أنا كذا لماذا الناس عندهم ولذلك يقول ابن تيمية ما من أحد إلا وفي قلبه شيء من الحسد ويقصد إيش أقل الأحوال التمني تمني ما يرث ما عند الناس قال فالكريم يخفيه واللئيم يبديه فالكريم يخفيه واللئيم يبديه أو كلمة حول هذا المعنى ثم بعد ذلك قال وفي هذا قيل الصبر على غض البصري أيسر من الصبر على ألم ما بعده والله هذه الكلمة غاية في النفاسة والوجازة الصبر على غض البصري أيسر من الصبر على ألم وبعده أنه يولد الحسرات والزفرات والحروقات وسيأتينا ثم أورد هذه الأبيات الجميلة قال كل الحوادث مبداها من النظر أي مبدأها ومنشأها لأن النظر احفظوا هذا السمع والعين هو البوابتان إلى القلب فالقلب لا يشتهي شيئا ولا يتمنى شيئا إلا إذا رأاه أو سمعه فإذا فإذا أحكم غض بصره فإنه بذلك يكون قد ملك زمام نفسه وأيضا قطع الطريق على هذه الغوائل التي تذهب إلى قلبه قال كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر معظم النار من مستصغر الشرر شرارة نار صغيرة يمكن أن تحرق غابة كاملة قال كم نظرة بلغت في قلب صاحبها فمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد هذا البيت الذي هو أيضا جميل في هذا البيت قال والعبد ما دام ذا طرف طرف يعني عين ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر ما دام يقلب عينيه في الحسناوات والجميلات الغيد جمع غيداء الغيد جمع غيداء وهي المرأة الرشيقة المتمائلة في لين ونعومة المرأة الرشيقة المتمائلة في لين ونعومة تسمى غيداء قال في أعين الغيد موقوف على القطر خطري قال يسر مقلته ما ضر مهجته الذي تراه بعينك وتتلذذ به العين لكنه يضر النفس والقلب والروح يسر مقلته يسر عينيه ما ضر مهجته الذي هو روحه ونفسه لا مرحبا بسرور عادة بالضرر ثم قاله من أفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات تجد الإنسان يندب حظه ويدعو ربما على نفسه بالويل والهلاك والثبور أنه ليس عنده من الحظوظ مثل ما عند هؤلاء يرى نساء جميلات ولا يرى مثل ذلك عند زوجته هذه المرأة ترى رجالا شبابا مفتولي العضلات سيارات فارهة سفريات طقطقة حياة ديوانيات ولا تجد مثل هذا عند زوجتها فترميه بالفتور والكسل والخمول وضعف الحظ وكذا وكذا فتنفجر العلاقة